اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طالما الاهلي بيدور على حقوق المشروعة من خلال القنوات المشروعة ومنتهى الوضوح ده كان ظاهر في الخطاب اللي ادعت للاتحاد المصري وفيه اربع طلبات قلتلكوا انا على الجو اللي فيها الخطاب لكنه الطلبات الاربع اللي حددهم النادة بشموندس وعرف رأيك في كل واحد فيهم لا لطلب تعيين حكام اجانب لمباريات الفريق اللي حيقوم النادي بالابلاغ بها لاحقا يعني وقت ما هتيجي قبل المباراة مباشرة معينة عايز فيها هختار اقولك عايز حكام اجانب لده وقال النادي انه هيتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظر ذلك مع اعادة النظر في معايير اختيار الحكام في كل المباريات بما يضمن الحد الادنى من العدالة بين الاندية هو طبعا دي حصل حاجتين في الموضوع التحكيم الماتش الاخراني تعيين له طاقم جديد في ماتش مهم جدا جدا البلدية ولسه المحلة غاز المحلة طالع جمهور هناك منتشي جمهور الاهلي كمان هناك كبير جدا الاهلي يخوض رابع مباراة في 11 يوم كل ظروف حرجة جدا وحدة بتستوجب ان كان لازم يبقى فيه طاقم عنده خبرة الطاقم اجتهد ونواياه ما حدش طعن على نواياه لكن الغريبة يا أستاذ إبراهيم دائما في القرارات الواضحة للفار يراها ولا يظهر طري المجد على طول يعني غير معقول يعني مسائل ويقعد يعني مثل أستاذ الكابتن وأنا بحترمه جدا على فكرة ياسر عبد رقوف بشوف بس هم لما عرضوا عليه اللقطة بتاعة الجوري التاني عرضوا عليه اللقطة التي يبدو منها وكأن رمي ربيع دفع اللاعد في لقطة تانية من وراء جابها بعد كده أحد الخبراء أظن الكابتن جاد جريشا أو الكابتن شناوي وهي بتبان الجون وقع على رجل زمينه وقع عليها تناهى ووقعه فوق بعض يعني هو الكابتن ياسر بنى رأيه على صورة جات له فقال لا ده فيه فاول من رامي الصورة التانية بتوضح تمام من رامي مالوش علاقة بالسقوط ده خالص إن الحارس المرمى وقع خد رجل زميله ووقع به تناهى تحته يعني ده متاح للفار فهو الفار ما لغاش نتيجة إنه ما شافش خطأ لكن أنا بتكلم ما أنا بتكلم إيه أنت بتسألني على التحكيم فلما يجي النادي القالي النهاردة الأمطار القادمة فيها ماتشات حاسمة وفيها لقاءات يعني خلي بالك إن كده الأسبوع السبعتاشر غالبا ده حيبقى القالي وبيرامد ماتش مين يقولي ده ماتش ترتيبي أوله تاني ومنطقي يا أخي مش نتيجة إنك فاقد أو طعنن في التحكيم المصري ولكن لمنع الحرج عن التحكيم المصري تمام دي نقطة مهمة طيب الطلب التاني الإفادة بما تم تجاه اللعب الذي خلف لقاحة النظام الأساسي للاتحاد ولقاحة الفيفا باعتراف الاتحاد المكتوب فاربع يناير عشرين أربعة وعشرين وأسباب عدم تطبيق اللقاحة بشأنه حتى الآن رغم اختار الأهل للاتحاد بلجوء اللعب للمحاكم المدنية بتاريخ سبعة اتناشر ثلاثة وعشرين ودينا شرحناها صلى الله عليه تمام المطلب التالت الأهل بيقول للاتحاد ضرورة موفاة النادي بلائحة كاس مصر التي تنظم المسابقة وما تتضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسوقية خاصة حل إقامة أي من المباريات البطولة خارج البلاد وكذلك بالسند اللائحي الذي بمقتضاه لا يحق للعب الأهل الدوليين المشاركة في دور الاتنين وثلاثين لبطولة الكاس هنا دي محتاجة وقفة وتعليق لأن صدر التصريح نوشي بقى لأستاذ عامر حسين قال إن إحنا دور الاتنين وثلاثين من حقيقنا نلعبه بدون الدوليين الأهل يعاج السند اللائحي لكن المفاجأة ليه إن النظام بتاع الكاس ما راحش للأندية يعني دي المفاجأة بتاع اللي أنا ما توقعتهش يعني وإذا كان راح ممكن يبقى راح خلال اليومين اللي فاتوا دول إذا كان راح يعني إنما اللي قال إلي وقت كتابة البيان قال ما جاليش حاجة فدي برضو غريبة يعني زي أبتدي مسابقة وأنا الآن دي ما شافتش اللائح بتاعته لكن إشارة النادي اللي قال بقى لأنك لما هتلعبني أي مباراة خارج البلاد أنا عايز أعرف بقى نظامها الاقتصادي والمالي إيه والحوقي وده طلب مشروع جدا يجب أن يتضمن فيه كل أطراف هذه المباراة لأن مش معقولة إن أنا حسيب إن أنا ألعب على أرضي وفص جمهوري إلا إذا كان المقابل حيدي حاجة تخليني قدام جمهوري بقوله أنا محتاج المبلغ ده عشان أقدر أدعم الفرقة وقال ليه أنا بروح ليه صحيح طب جمهوري أولى بيه هنا خلي بالك وهنا هنا النقطة بقى اللي أنا الشعرة إن النادي اللي قالي هنا ينظر إلى حقوق جماهيره ومش اللي قالي لوحده أنا متأكد إن كل الأندية عايزة إن جماهيرها تسعد وينظر إلى حقوق كويس فإتحاد الكرة لازم ينظر إلى هذا الأمر أيضا إنت حتلعبني برا طب إنت حتاخد إيه وأنا حاخد إيه الموضوع يسوى إن إحنا نعمل المطش ده برا بحيث إن أنا أقدر أحلي بيه مشاكل تساعد الفرقة يبقى من سامة جمهوري يستفيد من هذا الدعم المالي اللي بيجيلي ولا لا لأن خلينا نتكلم تاني وتالت ورابع الغرض من المسابقات والهدف منها إنك أنت بتقدم منتج جيد يسعد جماهيرك طيب